أكد مجلس الوزراء مكددا على توفر مغزون استراتيجي من القمح يكفي احتياجات المواطنين لعدة أشهر مقبلة مشيرا إلى أنه تم بدء موسم توريد القمح المحلي والذي سيسهم في تعزيز الاحتياطات الاستراتيجية من القمح حتى شهر ديسمبر من العام الجاري ونفى المركز ما تردد عن تأثير المغزون الاستراتيجي لمصر من الأقماح نتيجة لعدم استقرار سوق الغذاء العالمية مشددا على أن الحكومة تواصل إجراءاتها لتنوع مصادر واردتها من الأقماح وأشار مجلس الوزراء إلى استمرار العمل على تأمين احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية يكفي حاجة لاستهلاك المحلية في ظل ارتفاع الأسعار عالميا